أشوف الطماطم البصل التوم مزات البصل إيه سر القفزة دي وإيه سر الارتفاع مش بس قفزة عادية يعني الزيادة من فوق الاحتمال درجة نحن نتكلم على معدل التضخم في السلعة الغذائية وبسل الغذائية ربعين في المية هو سبب يعني أهم أسباب ارتفاع نسبة تضخم في مصر هو ارتفاع أسباب أسعار الغذاء البصل برضو أزمة الدراء الصارت فيه بس بطريقة تانية إنه اتعرض علينا تصدير كميات أكبر عشان كان فيه أزمة في الهند وباكستانات وفايدان أكبر دول مصدرة للبصل فصدرنا ضعف اللي بنصدره كل سنة من البصل دون النظر إلى احتياجات السوق المحلي ليه؟ لأننا محتاج دولارات من أي ناحية فدايما نقول طب الشعب يتحمل شوية بس يعني وانا لما باجأ صدر مش بصدر من الزيادة عن استهلاكي طيب معنا خلاص الاستهلاك مش توفر ولا هده خدت باستهلاكي لا هو دوقتي الطبيعي إننا الأول اكتفاء ذاتي ثم تصدير الفائد إما يكون بقى عندك أزمة دولار وأنت في حاجة مسة إلى عملة أجنبية علشان تجيب بيها كذا أو تجيب بيها أمحة أو تجيب فييجي مثلا تقول يا فنديم أنا عندي طلبات ب400 ألف وأنا بصدر 200 ألف طن بصل فانتعقدنا السنة دي على 400 ألف تصدير فطبعا سحب من السوق ليه هو البصل ده بتاع مواطنين مش بتاع الدولة أيها بس فقرار إنه أنا صدر أجيب دولارات ده مش قرار الدولة ما يجي يقول لك بقية ضرورات طبيح المحظورات وإحنا معلش نستحمل شوية وهي فترة صعبة بس طبعا إننا يعني تاخد يعني المثل بتاعنا اللي بيقول صحيح اللي يعوزه البيت يحرم على الجامعة صحيح ده البصل مكمل للأكل يعني من لوازم الأكل يعني فمعنش فالنتيجة إنه ضرب الفاصوليا بتبقى دايما في يوليا وأغسس مع الحرارة دايما تغلى كل سنة ومحدش يشتريها لإنه حبوب اللقاح بتموت من ارتفاع الحرارة إنما تبدأ من أكتوبر تنخفض وتنزل يعني ده طبيع ارتفاع الفاصوليا والكوسا إنما الباميا ده الموسم بتاعها مفوت بترتفعش من أول ما نزلت من أول الصيف ب40 جنيه لغاية دلوقتي ب40 جنيه برضو في حاجة غلط معنى مساحة الغدروات عندنا سبتة برضو في حاجة غلط ما زي ما أنا قلت لحضرتك يعني شفتي لما بقولك إن إحنا عملنا مئة ألف صوبة فالخدر صوبة بقى في حاجة غلط عملنا مزارع سمكية فالسمك زادي بقى في حاجة غلط عملنا مزارع دواجن زاد ورقيا ولا زاد في الواقع فعلا يعني أنا كتاجر أسماك كنت بجيب من الصوبة من المزارع بخمسين طن بقى تجيب مئة طن لا يعني أفوض إن دلوقتي مع المزارع اللي تعاملت إحنا يمكن نمر واحد في أفريقيا في الإنتاج السمكي وهو العالم دلوقتي كله بيتجه للمزارع السمكية لأنه البحار قربت على النضوب يعني ما عادش فيها أسماك بنصطاد منها بقى لها ألافات نخلنا رجعين من رأس البر منطقة المنزلة كلها مزارع سمكية أي وكل كلها وبعدين كمان إحنا عملنا بحيرة المنزلة ونقناها يبقى إذن كمان حتى الإنتاج السيد المفتوح مفروض المنزلة بدأت تديني كمان لأنها اتهارت ونطفت فأصبح دلوقتي التلوس اللي كان بيأتي المية المصارف اللي كانت تعالجت قبل ما تترمي فيها فكل دي كانت بتسمم الأسماك وتقلل فإذا دلوقتي حصل انتعاشة في الإنتاج فإذا بالأسماك بتزيد فإذا مثلا البولت بتاع الغلابة اللي كان بعشرة بقى بعشرين بقى النهاردة بتسعين فطبعا ده كتير على الغلابة بسل المئة جنيه الشهر اللي فا طب وما لده أسماك الغلابة إزاي بقى والبوري برضو اللي هو النوع التاني من أسماك الغلابة من عشرين لاربعين إلى متين دلوقتي فبرضو ده كتير بوري بمتين فإنا دلوقتي أما بتكلم على الصنفين البلدي اللي هم بتوع العامة بتوع الفقرة البوري والبلطي ده فيه الطعمية العادي بتوع السبب إنما أنا مثلا لو جيت أتكلم بقى عن ناس اللي يقولك لا أنا بحب إشربياضة أنا بحب الدنيس أنا بحب الأروس ماشي بقى أنت إنت حر بقى أنا عايز أروس عايز دنيس إنما بس سمك الغلابة أعتقد الدولة لازم تهتم بيه شوية وتصريحات رئيس الوزارة النهاردة إن إحنا هنبحث هذه الارتفاعات غير المبررة في كل أسعار الغذاء أرجو إنها تتم بأسرع ما يكون موسيقى